سلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اقي نظر اقرب كي انقروا ملكة عقوبة بالنها فنوسى على ما انقروا شاهد برد تلينا على آداء عيسى والحنب منازل عسنين دونان يقع المسك فنحن على الانجيل والسكر ومثنين يؤلف به الانجيل التحق للسكر فلم نستطيع الطمير سيضايا بلمنا وكن جر قوم باستعاية ما جرط إذا ما دعت نصه إليها بناها مهضة في نجدتها سجانة مرقصة الحمد ألم ترمى في كل عيد ونوصر حليفة ولاء لا جفاء ولا هجر فطبعاً قرأت النص أنا تنور مع بعض كده الوحي فكر النص أو شغال أشتغل فيه السائل نفس التقيته والذكر الأولان الأول نتعرف كده أتنكر أو المقاه هو الوحي لعنى لا تعترف أتنكر ماليه نواها لها العزر وليترم عن منا شباب يترم عن مصر مصر تنكر حبها لها أو حبه لها وبيقول إنها لها العزر لها العزر يعني لها التنكة ولها المدرر والمزاري وصبع القصود اللي جيدة زهاع زهاعها الصدر يعني زجنانها وجمالها الصدر اللي هو حرف فتف الوحي الشباب والقصود والجمال والحسب بالوحي والحسب الشريف أو بقول أه بقول المكانه عظيما مضحة أو المولد عليها مصر قصر الله هو المولد ومكاركنا السماء فبالتال أولاد خلال يجمنا المكانه العالية أو المجد يوم ننتمي أه اه اه مصر وبالتالي معينينا دفع البعض هنا بالسر عالي إن حدنا هنا سواء كلنا مسلوين أو مسيحيين كلنا ننتمي الوطن واحد ولمع مقوم واحد وأول لنا ضروة المجد الذي تحت ظنه تناسلت الأحقاب واعتمنا الله لنا ضروة وضروة هي القيمة ضروة المبد يعني كمة المبد والابتخار الذي تحت ظنه تناسلت توالبت توالبت الأحقاب اللي هي الفترات الزمنية واعتمنا الله يعني هاي سيقول ان احنا بيجوا انها الرقع والشرف والنقع عظيم جدا على عمر الايد السنوات السابقة والذي ستأتي مع تغيير الهيد الداخل وان حاولوا البارك في البعض وين انكروا ملكة ما يعقوك بيننا ونوسع علينا انكروا شاهد انقروا وين انكروا لوحاروا بعض الناس البطول وعدم الابراغ بلدود ان يعقون ان يعقون لهم من الشباب سيدنا يوسف طبعا اللي على الخوف المسجدين كان في مكانة عظيمة جدا لان تغيير لوحاروا بعض الناس من خيروا زيادة ويجيد سلطان من سيدنا يوسف على ارض مصر فعيضا مريد سيدنا نوسع على ارض مصر خير كبير كبير شاهد بريا عن خير شاهد كانت تغيير وريع صادحا خير تغيير على ارض مصر يعني الشعب عزو يباهح ان مسجدين على مكانة عظيمة لأن الملاء رجلهم وتواجدوا على عرض مصر يصل بك إلى بعض بنينا على أباب عيسى وأحمدهم بنينا يعني أساسهم وشيدهم الأباب طبعاً أخوار عيسى وهو سيدنا عيسى عليه السلام وأحمد وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منازل عز دونها يقع نصر منازل يعني مكانته عظيمة ودونها يقع نصر يعني منذ المكانة العالية اللي نصرت بها مصر بفضل أخوار سيدنا عزة وسيدنا محمد قد قصد إله نقوم في السماء من البلد دعوه فنحن على الإنجيل والذكر الأمة أو أمة يؤيدها الإنجيل بالحق فنحن على الإنجيل اللي هو طبعاً الكتاب الخاص بالمسيحية والذكر اللي هو القرآن الكريم أمّاً أمّاً يعني كلنا حاجة واحدة الأمة كعذماً أو الأمة المصر موجود فيها الكتابين وهو الأمة اللي يؤسسوا أخلاق داع المصريين يؤيدها يعني قوية ويساعدها الإنجيل والحق الوسط يعني في كتابه الأمة اللي يؤسسوا أخلاق المصريين على طرف المصر فلن تستطيع البقرة الأطريقة بيننا وإنجاب قومهم بالزعاية كما وجدتوا فحيز يؤمن يا شباب حيز يؤمن في بعض الناس بحيو أنهم يؤفر بين المسلمين والمسيحيين ومستحبون أنهم يكبروا يؤفروا في ذلك لأنه إحنا فيه بيننا ربارات قوم جداً ورداً كلمنا عنه في القيادة الصادقة عنده وإنجيل الأخلاق بتاع سيدنا محمد وأخلاق سيدنا عيسف وكمالاً الكتابي اللي هي السماويين اللي يؤمنون من الإنجيل والقرآن طيب بلون تستطيع الظهرة بلون تستطيع الظهرة بلون يؤسس لما طبعاً تطريقة والنمية والنجرة فين الجرة يعني حاول قوم السعاية السعاية يعني الوشاية أو النميمة أو الظهرة يعني مثلاً ما جانا لقايل كده إيه الحق؟ لكن المسلمين يقولون أنهم تحاول بالمسيحين والعود في المسجد ودعاً بالمسيحيين والعودة المسيحيين والعودة المسلمين والعودة في الكنيس نصر بحيد حدا يصدق كلام كأن إحنا بنا بنبعض محدة وأخول بحلق البعض إذا ما دعت نصر بفناحة اللي أبنانا مهضة بنجدتها سيانة مرقصة لو مصر دعت يعني دعت الشباب يعني نادت إذا ما نادت نصر على ابنها هو المسجد ولا مفرعين بالمسجد ولا مسيحي مهضة مهضة أن أقام مسيحيين بمهدتها يحمي بالبقاءة والقبحية من أجلها سيانة سيانة يعني متساديان مرقص أوه مرقص رمزية المسيحية وعمر رمزية المسيحية هذه عرب أكتر مرقص هو الذي بشر بالمسيحية في مصر وعمر طبعاً هو سيدنا عمر بن العاص هو اللي فتح ليه هو اللي فتح مصر في القصة الحرماء السنة اللي فاتح يفتح المنانة يعني عايز يقولي هنا اللي لما مصر بتنادي على أبنائها الاتفاع عنها كلهم يقوم نسعين لمجدتها لا فرق لين مصر ونسعين مصر قال لبعض بك ألم طار منعين ربما من طار منعين في كل عيدنا ونوسمين بلول مناسبة ونوسم حليفة يعني متحالفين ومتحبين ولا يعني فرثو محدة لا جفاء لا جفاء يعني لا خصان ولا هدر لا قطيع لعنحنا كلنا المسلمين ومسيحيين في كل إيه كل مناسبة من مهنفها لا مثلاً كل المسلمين يهنروا المسيحيين في حياتهم والعكس لا يملك المسيحيين يهنروا المسلمين في عيادهم أو يهنروا المسلمين في عيادهم لا تنزيل لشرح من مصر أعتقد أن نصر بشارح ورسيل جدًا أو بسامل تعلم بصي كده النظار بالجمال كم كيلرماني استفهام طبعاً مستول استفهام استفهام وغرب التحجر واللون زاء الصبع والحسد وهم جد طبعاً العرف لها بيته اه تعد بالصفات الجميلة الموجودة بالمصر طبعا سوى غالب انها تتاكفة زيان وتتجمل كده ما يا ابوه النيه هو امه مصر تصميم النيه بتقبل المصر في الكم يدل على الوحدة الوطنية والترابط بين عنصرية الامبين ونصرية ومشورات المسكولين والمسيحين لانها زرود انك تعبيرا يدل على عزمة المصريين وتقوم اه تحت ظليني تناسلة الاحقار طبعا هنا تعبيروا تصور الماجد مثل الشجرة التي تطعاها حدق فيه ظلها الايه؟ الازمان طيب هنا رف الاني اللي يكلمني عن الشجرة فهوني يقولي ايه تحت ظليني احنا الشجرة دي ممكن لاني هنا نستظر في ظليني تناسلة وعاكملة طبعا دي افعال يا شباب مواضيع المواضيع طبعا يوكيد السدود والتحقق من المضارة يوكيد من ايه؟ تجدد من استمرار صحيح الاحقار بواب دهرة طردت يؤكل عراقة مصر وعلى اللي بعده نشوف اه القزقية بعد كده اه هنا طبعا فيه تدريد او فيه تطويل على المصر وده طبعا هنشتغل فيه مع بعض ما فيه تدريد حدود والي وان شاء الله هم لايه لنا على كل هم لايه بان نحن نشوف الياباد بفايدنا معنا خطرا